عمليات استخبارات استهداف العلماء القائمين على المشروع النووي الإيراني هذه أول العمليات أو عمليات سبرانية مثل ما حدث في منشأة ناطس وغيرها منشأة ناطس تعرضت إلى هجومات من عام 2010 وهجومين آخرين عام 2018 وقبل العام الماضي تعرضت إلى حرائق بفعل هجوم سبراني هناك عمليات نوعية حروب ظل تسمى حتى لا تنزلق الأمور إلى مواجهة وما لا يحمد عقباه أستاذ أحمد الحرب في هذه المنطقة خط أحمر في هذا الوقت خط أحمر لا الولايات المتحدة الأمريكية ترغب فيها ولا إيران ولا الأوروبيين وبالتالي أعتقد الحرب مؤجلة ليس في هذا الوقت الآن حتى وأن توصل الحرب مؤجلة حتى وأن توصلت إدارة بايدن إلى نوع من الاتفاق مع إيران نحن نعرف الانتخابات النصفية للكونغرس سوف يرجعون ويعودون الجمهورين إلى الكونغرس وبالتالي هل الكونغرس سوف يصادق على هذه الاتفاقية وتصبح اتفاقية تنفيذية لأنه ترامب سعى وخرج ولم يلغي الاتفاقية وإنما خرج منها يعني فرق بين أنه ألغى الاتفاقية وعدم العمل به والخروج منها الولايات المتحدة الأمريكية لم تلغي الاتفاقية وإنما خرجت منها لأنه الكونغرس في زمن أوباما لم يصادق عليه حتى تكون اتفاقية تنفيذية وبالتالي حتى الداخل الأمريكي وصراع بين الديمقراطيين والجمهورين لا زال محتدم حول نوع هذه الاتفاقية يعني أحد أعضاء الكونغرس قال أنه الولايات المتحدة وبايدن سلم أمريكا إلى الملالي وتتذكر هذا التصريح قبل أسبوع وبالتالي هناك معارضات كبيرة لكن هل تصل الأمور اليوم يعني إلى اتفاق حتى ونوصلوا إلى اتفاق سوف لن يرضي للجمهورين ولا الإسرائيلين إسرائيل تريد تفكيك كافة المنشآت وأن لا تكون ضمن طوقها هناك دولة نووية أو دولة تستطيع أن تنتج أسلحة لأنه لاح يكسر التوازن في المنطقة بشكل كبير ولهذا عندما يأتي الجمهورين أعتقد إذا وصلوا إلى انسداد كبير في التفاوضات أعتقد الحرب قد تكون ما بين 25 أو 26 بعد وصول الجمهورين إلى البيت الأبيض من تحديث اشتركوا في القناة